اشتركوا في القناة الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى الحمد لله الذي كان بعباده كخبيرا بصيرا وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي جعل الليل والنهار خلفه لمن أراد أن يزكر أو أراد شكورا وتبارك الذي أمر النبي محمد صلى الله عليه وآله بأن يرتل القرآن ترتيلا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا ولا ضد له ولا ولد له تنزه عن الصاحبة والولد فلا ولد له ولا صاحبة له ولا شريك له ولا وزير له ولا مثيل له فوق كل شيء وليس تحته شيء وهو عالم بكل شيء وليس كمثله شيء وهو السميع وهو السميع البصير من تكلم علم نطقه ومن سكت علم سره ومن عاش فإليه ومن عاش فعليه رزقه ومن مات فإليه منقلبه هل هناك إله مع الله سبحانه جل جلال ربنا وربكم فلا حول لنا ولا قوة إلا به وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك وزِد على سيِّدنا رسول الله وعلى آله وصحبه الغرِّ الميامين أصحاب الصادق الأمين الذين بلَّغوا دعوة رسول الله ففازوا بالرضوان وبالنعيم المقيم فارض اللهم عن سيادتنا أصحاب النبي محمد أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة أجمعين واجمعنا اللهم بهم في مستقر رحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله وسلم وبارك على من بعثه ربه للإيمان مناديًا وللجنان داعيًا ولمرضاته ساعيًا وللمعروف آميرًا وعن المنكر ناهيًا اللهم ارزُقنا محبَّته وارزُقنا شفاعته واسقنا بيديه الشريفتي شِربةً هنيئةً يا ربي لا نضمأ بعدها أبداً عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله في السرِّ والعلانيَّة في السرِّ والعلانيَّة فهي التِّجارة الرابحة والنِّعمة الباقية نعم والعِصْمَ الواقِيَة وَصَّى اللَّهُ بِهَا مَنْ قَبْلَنَا وَوَصَّى نَا بِهَا فَقَالْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ وَلَا تَمُوتُونَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ يَا أَيُّهَا الْنَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمْ اتَّقُوا رَبَّكُمْ وَاخْشَوْ يَوْمَا وَاخْشَوْ يَوْمَا لَا يَجِزِي وَالِدٌ عَنْ وَلَدِهِ وَلَا مَوْلُودٌ وَجَازٍ عَنْ وَالِدِهِ شَيْئًا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تزهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارا وما هم بسكارا ولكن عذاب الله شديد يا أيها الناس اذكروا اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو لا إله إلا هو فأنا تؤفكون اللهم امنحنا هداك أيها الأحبة في الله مع رسول الله مع النبي مع الهاشمي صلوات الله والتسليمات المباركات عليك سيدي يا رسول الله كما نكرر ونقول إن الفلاح والنجاح والاستقرار والأمن والأمان والسعادة وكل ما فيه خير لن نجده إلا مع رسول الله فاللهم ارزقنا يا ربي محبته يا أكرم الأكرمين وصحبته في الجنة يا أكرم الأكرمين أيها الأحبة في الله إن من أفضل ما يكون في أمور الإنسانية وخاصة عند أهل الإسلام أن نعترف بالجميل وأن نعترف بالفضل لمن أسدل إلينا الفضل والمعروف ألا وهم أصحاب النبي محمد سادتنا وأجدادنا أصحاب المصطفى صلوات الله عليه سوف يدور الحديث إن شاء الله عن هؤلاء الرجال الذين رباهم النبي محمد أصحاب النبي خير الناس قاطبة بعد الأنبياء هم أصحاب النبي أفضل البشر بعد الأنبياء والمرسلين هم أصحاب النبي وسوف تسمع الآن من الشهادات على ما أقول أيها الأحبة أنهم أفضل الناس بعد الأنبياء والمرسلين هم الذين حملوا أمانة الإسلام بشقيه أي الإسلام بمصدريه القرآن والسنة فنشروه في ربوع الدنيا ما قصروا ما خانوا ابن حجر يقول عنهم بأن أصحاب النبي أيها الأحبة في جملتهم كلهم عدول لأن الذي رباهم هو النبي صلوات الله عليهم إن الدارس والناظر والمتأمل في أصحاب رسول الله يجد يا أيها الأحبة أن هناك فرق شاسع وبون واسع بيننا وبين أصحاب رسول الله نعم لأن أصحاب النبي جعلوا الهموم همًّا واحد أو همًّا واحدًا لماذا؟ ما هو همهم؟ أن يرضى الله عنهم اللهم ارضى عنا يا رب لأجل ذلك فازوا في أكثر من خمس مرات يقول الملك رضي الله عنهم ورضوا عنه من هم أصحاب النبي تعالى واسمع إلى ملك الملوك وهو يتكلَّم عن أصحاب رسول الله شهادةٌ من رب الأرباب لصنفٍ من البشر اختارهم الله لصحبة النبي محمد هل سمعت تلك الكلمة؟ اختارهم ما زادوا وما نقصوا ليكونوا أصحابًا لرسول الله صلى الله عليه وسلم تعالى واسمع أولًا إلى تزكية الملك لنعرف قدرهم وشرفهم نعم ولنعلم علم اليقين كل ما نعيش فيه من خيرٍ من الطاعات والقربات التي نتقرب بها إلى الله السبب فيه هم أصحاب النبي محمد حلقة الوصل بيننا وبين الوحي أي بيننا وبين رسول الله من الذي نقل لنا القرآن؟ أصحاب النبي من الذي نقل لنا سنة النبي؟ أصحاب النبي من الذي نقل لنا الشرع بكل محتوى؟ هم أصحاب النبي فاللهم اجزهم عنا خير الجزاء واجمعنا بهم في الجنة يا رب العالمين من هم أصحاب النبي؟ اسمع إلى الرب العلي كما قلنا قال الملك والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بشر والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا اللهم اجمعنا معهم يا رب رضي الله عنهم ورضوا عنه من هم أصحاب النبي؟ هم الذين قال الله فيهم محمد رسول الله والذين مع أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم رك عن سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوان سيماههم في وجوههم من أثر السجود أصحاب النبي أولى مثلهم في التوراة اسمع ومثلهم في الإنجيل كماذا مثلهم في التوراة يا أيها الأحبة ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرعٍ أخرج شطأه فآزره فاستغلص يا أخي كل هذه الصفات في أصحاب النبي ومثلهم في الإنجيل كزرعٍ أخرج شطأه فآزرهم فاستغلص فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بأصحاب النبي ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم أصحاب النبي اسمع مغفرةً وأجراً عظيمة من هم أصحاب النبي اسمع إلى التزكية من المؤمنين يا رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا أصحاب النبي وما بدلوا تبديل من هم أصحاب النبي للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله أصحاب النبي نعم والآية بعدها يقول الله والذين أحبابي إخواني والذين تبوأوا الدار دول الأنصار إلا عدوا المهاجرون أما الأنصار قال الله تبارك وتعالى فيهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أصحاب النبي من هم أصحاب النبي؟ هم الذين رضي الله عنهم سمع قبل أن يموتوا ورثوا الجنان قبل أن يموتوا بشروا بها بوعد الله والله لا يخلف وعد أنهم من أصحاب الجنة لو تكلمت إلى قرب العص عن الآيات فقط من تهينا عشرات الآيات يزكي الملك أصحاب النبي محمد لتعرف الأمة قدر هؤلاء وليعرف الناس وليرب أولادنا على أن أجدادنا هم أصحاب النبي من أجدادنا أصحاب المصطفى صلى الله عليه وسلم هم قدوتنا أصحاب النبي محمد رضوان الله عليهم تعالى هذا هو القرآن تزكية النبي محمد لهذا الجيل الفريد فريد من نوعه كما قلنا بعد الأنبياء مباشر أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان من حديث عمران بن حسين أن سيدنا النبي قال خير أمتي خير أمتي على الإطلاق ده كلام النبي خير أمتي اسمع يا رب اجمعنا مع النبي محمد خير أمتي قرني قرني الذين أنا عشت فيهم قرني طب من بعد قرنك قال ثم الذين يلونهم أي بعد الصحابة ثم الذين يلونهم مرتان ثم قال راوي الحديث عمران بن حسين لست أدري قال النبي مرتين أو ثلاثا ثم اسمع آخر الحديث يخلع القلب يصور واقعنا الذي نعيش فيه خير أمتي قرني ثم الذي يلونهم ثم الذي يلونهم ثم قال عمران لست أدري مرتين أو ثلاثة قال النبي ثم الذي يلونهم اسمع ثم يكون ثم يكون بعدهم قوم نسأل الله العفو والعافية اسمع يشهدون قبل أن يستشهدون ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون نسأل الله العفو والعافية ويظهر فيهم السمن هل صليتم على رسول الله ما معنى هذا الكلام مفهوم خير القرون قرني ثم الذين من بعدهم من يا رسول الله الصفاتهم قال سوف يأتي ناس من أمتي يشهدون ولا يستشهدون يعني يشهدون قالوا يشهد الواحد منهم الشهادة مطلوبة قال لا إن هؤلاء الذين يشهدون قد يشهدون بالباطل أو يشهدون بدون رؤية ولا علم بس يشهد مجملة محبة مشيها عم الشيخ كل ما شكت نسأل الله العفو والعافية يستشهدون أن يشهدون بما لا يعلمون يشهدون بالباطل ده كلام النبي وكلام أهل العلم ويخونون ولا يؤتمنون نسأل الله العفو والعافية تأت منه على أي أمر تجده يطعنك في ظهرك إلا ما رحم ربك ينزر الواحد منهم بالنظر يعمل نظر الواحد منهم ويلزمه لنفسه ثم لا يوفي به نسأل الله تبارك وتعالى ويظهر فيهم السمن ما معنى السمن؟ قالوا كل ما يشغلهم السمنة طعام شراب ملبس ما أكل حياتهما كذا يعيشون لدنياهم اللهم لا تجعلن من هؤلاء يا رب يعيشون مع هؤلاء ليس لهم غاية ولا هدف إلا أن يُرَبُّوا شَحْمًا وَلَحْمًا حقيقية لا شك فيها من رسول الله ورواه الشيخان من حديث أنس بن مالك اسمعوا يا شباب عن أجدادكم أصحاب النبي محمد هؤلاء الذين نفتخر بهم اسمع يقول أنس بن مالك مُرَّ مُرَّ يعني عدِّت مُرَّ بجنازة فأُثني عليها خيرًا أُثني على الجنازة خيرًا واحد مات وهم قد خرجوا به فأخذ الصحابة يقولون والله نعم الرجل هو والله رجل نراه في الصلوات نجده في الزكوات وفي الصدقات ما رأينا منه شرًّا كان رجلاً مُحسناً عارفاً تقياً ورعاً من هذه الصفات الصحابة بيمدحوا الجنازة وهي معدِّية وخلِّ بالك لا تُكتشف الأمور إلا إذا فارقت الروح الحلقوم تعرف من يحبك ومن يغضب ومن يبغضك تجد المدح صح أو الزم صح إذا ما خرجت خرجت هذه الروح لأن هنا لا نفاق هل صليتم على رسول الله فالصحابة مدحوا الجنازة وأثنى عليها الصحابة ثم مُرَّ بجنازةٍ أخرى فأُسنِي عليها شرًّا ارتحن منه صليتم على رسول الله ارتحن من شره بئس الرجل بئس الجار كرهن البلاد والعباد بسببه كرهت مسكني كرهت عملي كرهت كذا الحمد لله ورب الكعب من الناس ناس إذا بُشر بموت فلان يخرون لله سجدًا سجدًا لله أنه مات اصنع فمرت هذه الجنازة فأثنى الصحابة شرًّا الله أكبر فقال النبي في المرة الأولى لما أُسنِي الصحابة عليها خيرًا أثنى الصحابة في الجنازة الأولى خيرًا كرر النبي لفظه ثلاث مرات لما أثنوا على الجنازة الأولى خيرًا قال وَجَبَت 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 ثم سكت النبي فلما مُرِّ بالجنازة الأخرى وأُسنِي عليها شرًّا بردك نفس الكلمات قال النبي وَجَبَت 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 عُمر يقوم من بين الصحابة ربما يرتجف فقال يا رسول الله فِدَى لَكَ أَبِي وَأُمِّي يعني أفتديك بأبي وأمِّي يا رسول الله مرت الجنازة فأُسنِي عليها خيرًا فقلت وَجَبَت ثم مُرَّ جنازة أخرى قلت وَجَبَت وأُسنِي عليها شرًّا فما وجبت يا رسول الله قال النبي محمد اسمع عن فضل الصحابة قال صلوات الله عليه الأولى أَسْنَيْتُمْ عَلَيْهَا خَيْرًا فَأَسْنَيْتُمْ عَلَيْهَا خَيْرًا فَمَنْ أَسْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ خَلَصْ خَلَصْ دَرَيْحْ فِيْنْ دَهْ عَلْجَنَّةِ مُبَاشْ إِبَا لَا قَبْرِ وَعَلَى عَذَبْ قَبْرُ وَلَا فِتْنِةْ قَبْرُ وَلَا سِرَطْ وَلَا مِزَنْ وَلَا حِسَابْ خَلَصْ أَبْيَضْ قَالَ مَنْ أَسْنَيْتُمْ عَلَيْهِ خَيْرًا وَجَبَتْ لَهُ الْجَنَّةِ وَمَنْ أَسْنَيْتُمْ عَلَيْهِ شَرًّا وَجَبَتْ لَهُ الْنَّارِ لا خُدٍ لبعض ديه وختم الحديث الذي هو يخلع القلب قال النبي لأصحابه سلاس مرات أنتم شهداء الله في أرضه أنتم شهداء الله في أرضه أنتم شهداء الله في أرضه هذا هم الصحابة من الصحابة؟ هم الذين قال عنهم النبي محمد في حديث أبي سعيد الخدري رحمه الله قال النبي محمد لا تسبوا أصحابي لا بالفعل كأن النبي يرى الآن أن من الناس يدعون أحباب إخواني الإسلام ومحبة النبي وليس لهم إلا منابر للسب في أعراض رسول الله وفي أصحاب رسول الله اسمع؟ قال لا تسبوا أصحابي هو من سب أصحاب النبي وهم عايش وهو عايش ما فيش أبدا ولكنه كأنه يتكلم على هؤلاء الذين يسبون أصحاب رسول الله اسأل الله أن ينتقم منهم شر انتقام اللهم عليك بكل من آزى أصحاب رسول الله وخاض في أعراض أمهات المؤمنين اسمع؟ قال النبي لا تسبوا أصحابي ليه؟ عارف لي أخويا؟ سيدنا النبي قال لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد زغبا شفت جبل أحد؟ أسأل الله أن أراكم وأن تروني في الحج والعمرة اسمع مثل جبل أحد جبل مش طن ولا عشر طن ده النبي يقول مثل جبل أحد بطوله وعرضه وعمقه جبل أحد واحد أنفق قد جبل أحد اسمع لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد زهبا مش فضة ولا تمر ولا دقيق ولا مش عارفه لا زهب لو أن أحدكم أنفق مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ ما وصلش بردك ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة يعني الصحابي ينفق ملء يديه تمرا أو شعيرا أو دقيقا أو أي شيء على الإطلاق ينفقه في سبيل الله وواحد آخر أنفق مثل جبل أحد زهب الصحابي يتفوق عليه بكثير ولا يصل هذا الذي أنفق الذهب ولا حتى نصف المد هل صليتم عن رسول الله بل خز أكثر من ذلك قال النبي من حديث عبد الله بن الموفر رضي الله عنه وأرضاه رواه أحمد والترمزي رحمه الله رضوان الله عليهم قال النبي محمد الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعد ما تحطوهم شي غرضوا تحطوهم في غير موضعهم اسمع فمن أحبهم فبحبي لهم حب النبي لأصحاب النبي فبحبي لهم أحبهم نحن ما نحب أصحاب النبي إلا لحب النبي لهم فبحبي لهم أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم اسمع للجاية ومن آزاهم فقد آزاني آزى سبن النبي ومن آزاني فقد آزى الله ومن آزى الله أوشك أن يأخذه أزيدك من أصحاب النبي خرج النبي يوما على أصحابه فوجده في مسجده قد صلوا المغرب فخرج النبي بين المغرب والعشاء فوجد الصحابة جلوسا فقال النبي آأنتم هاهنا قالوا نعم يا رسول الله جلسنا وقلنا فلنصلي معك العشاء ما نصلينا المغرب قلنا نصلي مع رسول الله العشاء فقال النبي أحسنتم أو أصبتم ثم نظر النبي محمد إلى السماء هذا كلام من الراوي الحديث نظر النبي إلى أعلى وكان النبي كثيرا ما يرفع رأسه الشريف إلى السماء أي داعيا متأمنا في خلق السماوات والأرض فرفع النبي رأسه ثم قال النبي النجوم النجوم أمنة لأهل السماء قد تصبح الصبح وتشوف نجوم وتشوف الشمس طمعت كعادتها والقمر كذلك فاشكر ربك وقل الحمد لله يقول النبي النجوم أمنة لأهل السماء فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد خلاص هذا إذن من الله بخراب الدنيا وتدميرها اسمع فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد وأنا صلوات الله عليه وأنا أمنة لأصحابي أدمن أعد أعايش فأنا صمام أمان لأصحابي فإذا ذهبت أنا أتى أصحابي ما يوعدون اسمع للجاية وأصحابي أمنة لأمتي أدم الصحاب عايشين من خفش على أمة النبي محمد فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون ورب الكعبة قد صدق النبي نعم أفضل قرن كما قلنا قرن النبي ولما مات النبي ترك رجالا فتح الله على أيديهم البلاد والعباد وهذا ما يحولنا لماذا حصل الصحابة على هذه الأوسمة وهذه التزكية من الله ومن رسول الله ومن أصحاب النبي لأصحاب النبي شهادتهم لبعض لماذا حصلوا أتدري لماذا لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ترجموا ترجموا كلام الله وكلام رسول الله إلى واقع حياة واقع حياة حياتهم كمثل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوال الله عليهم طبقوا القرآن تطبيقا عمليا حولوه إلى منهج وسلوك حولوه إلى حياة لأجل ذلك دانت بهم الأرض عاش النبي محمد في مكة تلاتاشر سنة ثلاثة عشر سنة وهو يربي رجال فرباهم النبي صلى الله عليه وسلم وقد فلح النبي في تربيته لأصحابه رضوان الله عليهم فعلمهم أن الصدق أمانة وأن الكذب ريبة علمهم أنه لن يكون المجتمع مترابط ويدب فيه الظلم والخيانة والغش والكذب لأجل ذلك كانوا برنامجا عمليا في اقتدائهم برسول الله اسمع أصحاب النبي محمد تحملوا ما لم نتحمل إزاي عم الشيخ وفرض عليهم ما لم يفرض علينا خذ من الأمثلة مثلا الصيام الصيام في بداية مشروعيته شرع على الصحابة وفرض على الصحابة كما فرض علينا ولكن ليس كمثل صيامنا في بداية الأمر أتدري كيف كان الواحد منهم يصوم من الفجر كما نحن ولكن أيها لحب كذلك إلى المغرب كمثلنا ملفين الفارق الواحد منهم لو جاء قبل المغرب قبل المغرب وهو صائم في بداية الصوم فأخذته سنة من النوم ألا خذ لي ساعة حريح شوي حنم نص ساعة جاي أنت منهك تعبان من العمل اسمع فقلت سوف أخذ نص ساعة نوم راحة فإن نام فأذن المؤذن عليه وهو نائم لا يحق له أن يفطر إنما يواصل إلى اليوم الثاني كان الصحابة يحرم عليهم في بداية الصيام أن يأتي زوجته لا بالليل ولا بالنهار ومع ذلك قالوا سمعنا وأطعنا فلما امتسلوا جاء التخفيف من ملك الملوك فقال أحل لكم ليلة عشان كان حرام ما خدتش بالك ما احنا بنقرأ الآيات أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى أي الجماع الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم مشغول تعبان ومرهق وعندك من الشهوة ما تريد أن تخرجها في الحلال وتقاوم نفسك شهرا كاملا لا تستطيع أن تأتي زوجتك اسمع فيقول الله تبارك وتعالى هن لباس لكم وأنتم لباس لون علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم اسمع فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروا هن وبعدين ثم يقول وكلوا وشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من ثم أتم الصيام إلى الليل يعني عند غروب الشمس خلاص دخل الليل فافطروا حتى ولو كنتم نياما أصحاب النبي في الجهاد لو أن واحد أمامه عشر في الجهاد اسمع اسمع عشر أمام واحد يعني مئة قدامهم ألف في القتال لا يحق للمسلم أن يفر ولو فر حبيبي وأخي في الله لفعل كبيرة من الكبائر مع أن أدامكم واحد عشرة نعم فلما علم الله صدق نواياهم وقالوا سمعنا وأطعنا الصحابة قال الملك الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يك منكم مئة صابرة يغلب مئتين بدل من عشر خلهم برضك اثنين قالوا سمعنا نحن على العشر نقول سمعنا على الإثنين نقول سمعنا هل صليتم على رسول الله لما نزل قول الملك بكى الصحابة وحدث هرج ومرج في مدينة رسول الله أي آية لما نزل قول الحق قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفو يحاسبكم واخدش بالك من الآية دي هذه الآية قال الملك لأصحاب النبي يا أصحاب النبي سوف نحاسبكم على ما تعملون سهلا كلنا كمثل ذلك ولكن الزيادة سوف نحاسبكم على ما تعملون وعلى ما تضمرونه في أنفسكم من شر أو سيئة حتى الذي يدور في قلوبكم سوف نحاسبكم عليه فجاء الصحابة إلى رسول الله وقالوا يا رسول الله حمنا ما نطيق حمنا حاجة نقدر نعملها صيام صلو جهاد وقتال ولكن حمنا ما لا طاقة لنا به يا رسول الله قال أي شيء أن الله سوف يحاسبنا على ما يدور في أنفسنا عرف النبي ماذا قال لهم هل قال لهم اصبروا يا أصحابي معلش يا أصحابي إنها الجنة يا أصحابي لا بل النبي محمد عاتبهم حتى بكى الصحابة فقال لهم النبي وماذا تريدون أن تقولوا أتريدون أن تقولوا سمعنا وعصينا تريدون أن تقولوا مثل ما قالوا ممن كان قبلكم قالوا سمعنا وعصينا ثم قال لهم النبي قولوا سمعنا وأطعنا فبكى الصحابة وقالوا رضينا بالله سمعنا وأطعنا يا رسول الله فلما علم الله صدق نواياهم أنزل الله قوله جل وعلا تخفيفاً ورحمة بهذه الأمة وبدايتها في أصحاب النبي لا يكلف الله نفساً إلا وسعها لها ما كسبت من الحسنات وعليها ما اكتسبت من السيئات ثم قال الملك ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسراً كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به وعفو عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصنا على القوم الكافرين هكذا كان أصحاب النبي حفظوا كلمة واحدة عاشوا لها وماتوا عليها وفازوا بها ألا وهو قول الملك قالوا سمعنا وأطعنا هذا هو دأب الصحابة ثم الآن اسمعوا إلينا وكيف نحن وكيف هي أحوالنا وإنا لله وإنا إليه راجعون هل سمعت هذا كله وانظر إلى ما نعيش فيه من هم وغم وضيق وتضييق وإنا لله وإنا إليه راجعون علاجه الوحيد الأوحد أن نسير على ما صار أصحاب النبي يا جماعة ما من آية نزلت إلا والصحابة يتنافسون عليها ونضرب على ذلك من الأمثل الواقعية من أحياة رسول الله أو من حياة الصحابة لما نزل قول الملك لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به علي نزلت هذه الآية فبدأ الصحابة من كل فج عميق يأتون بالأموال ينفقونها وإذا بصحابي فعل فعله والله ما فعلها إلا بفضل الله وتوفيق الله له ألا وهو أبو طلحة صحابي من أصحاب رسول الله رجل من أغنى أغنياء مدينة رسول الله أفضل وأشرف ما يملك هذا الرجل عين وبئر تسمى بيروحاء عين كده بئر اسمها بيروحاء لها من الخصائص ورب الكعبة أيها الأحبة في الله الخصلة الواحدة تسوي الدنيا وما في هذه الماء أولا من أفضل وأشرف وأعزب مياه مدينة رسول الله طعمها في منتهى الجمال رقم واحد بشهادة كل الصحابة بل بشهادة النبي محمد ماءها عذب جميل الخصلة الثانية في كل يوم اسمع كويس تخيل إنك كنت معك مكان وواحد حبيبك دايما بيروح لك فيه تقول ليه لا أنا مش حبيعه ده بيزكرني بولدي بيزكرني بكذا وبيزكرني بكذا أبدا مش حبيعها دي أبدا الشقة القديمة دي أبني ده ملك أبوية والله ما عبيعها أبدا بتذكرني بولدي فكيف بك لو أن لك مكان وأستغفر الله أن أقول لك يزكرك برسول الله اسمع بيروحاء الخصلة الثانية في كل يوم يخرج النبي فيدخلها فيجلس عندها فيشرب من مائها ويستظل تحت شجرها عندك استعداد تفرط فيها رقم ثلاثة بجوار مسجد النبي محمد موقع مميز بجوار مسجد النبي تدخلها تشوف المسجد قدامك فجاء أبو طلحة قال يا رسول الله قال نعم قال يا رسول الله نزل قوله لن تنالوا البر حتى تنثقوا مما تحبون مما تحبون طبقها على دنيا الناس كم من مكروب نعلم بأنه مكروب وكأننا ما نعلم عنه شيئا أي والله والله منذ ثلاثة سنوات أو أكثر أحد الناس يفقفني في الشارع نعم الشيخ والله والراجل يبكي ما حدث نعم الشيخ فلان رحتله عشان أخذ منه تلتمقني بس من ثلاثة سنوات أو أقل فقال لماش أعطيها لك بس بشر إنك ترجعهم لستمجني قلت له والله ابنتي تحتاج إلى أشع وعلاج لماذا قصت القلوب يا أمة النبي أما سمعتم عن الذين قصت قلوبهم ماذا فعل الله بهم ثم قصت قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة الحجارة أفضل وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما ينهر بياد وإن منها لما يهبط من خشية الله الحجارة وأناس تذكرهم بأمراضك وأوجاعك وكأنهم ما علموا عنك شيئا أيها لحب أبو طلح يقول له يا رسول الله أفضل مالي وأفضل ما أحب ويكفي أنك أنت تدخلها بئر بيروحا قال النبي وماذا تريد أن تصنعها قال من اليوم قرار قرار من الآن من الساعة دي يا رسول الله هي لله ولرسوله صدقة لا أملكها بعد اليوم فقال النبي ذاك مال رابح ربح البيع ربح البيع باعها لله رب العالمين بجرد آية نزلت أيها الأحبة في الله تسمع تلك الآية التي قيلت في الأنصار ديما وأبدا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ما سبب نزولها روى الشيخان من حديث أبي هريرة تشوف الصحابة بس تنظر إلى الفرق الذي بيننا وبينهم روى الشيخان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال أبو هريرة أتا رجلاً إلى رسول الله أو جاء رجلٌ إلى رسول الله جاء رجلٌ إلى رسول الله في روايةٍ قال يا رسول الله إني مجهد تعبان أنا جعان جداً اللهم لكي يائمنا جداً قد أبدأ وطية أبيضي الله عنهцы أبيضي الله عنه أن يحطي الله يامجلل billet وقال يا رسول الله إني مجهد وفي رواية الشيخان التي معنا فنظر النبي إليه فعلم حاجته من طعام فقال النبي محمد وطاف على زوجاته تسع بيوت طاف على بيوته التسع يسألهم النبي هل عندكم من طعام بيوت النبي بيوت النبي الشرف مخلوق أخوه عيسى عليه السلام نزل له طعام من السماء مائدة وكذلك موسى المنوى والسلوى والبيوت التسعة يطوف النبي يدخل بيتا بعد بيت وتقول كل زوجة والذي بعثك بالحق ما عندنا إلا ماء يا رسول الله والله ما عندنا غير ميا فيخرج النبي فيقول لأصحابه قال النبي لأصحابه من منكم يضيف هذا الرجل من ياخد ضيف عنده قام أنصاري فقال أنا أنا أخذ الضيف ده وأنا أقسم لكم بالله أنا أزعم على فهم للحديث أن هذا الصحابي ما كان يعرف ما يوجد في بيته في بيته طعام ولا ما فيش فقال أنا يا رسول الله انظر إلى الصحابة وتنافسه فأخذ الرجل الضيف ودخل به على زوجته اسمع للكلمات قال لزوجته أكرمي ضيف رسول الله أعمل إيه؟ أكرمي ضيف رسول الله فقالت الزوجة ضيف النبي قالت لها نعم قال لها نعم قالت والله ما عندي إلا قوت أصبياني القوت يعني وجبة العشاء ما عندنا غير وجبة العشاء أكمل الأطفال أطفلنا على فكرة أنه أنت النهاردة خارج الخدمة لا طعام لنا الليلة أنا وأنت إلا طعام صبياني إلا طعام صبياني يا الله ماذا قال الرجل هل خرج إليه معتذرا قال سامحنا يا أخي والله ظروف وانت ترى الأحوال وترى مش عارف إيه وكذا لا والله انظر إلى القرار الذي أخذه الزوج الذي تربى على يد النبي قال سلاس كلمات والحديث رواه الشيخان اسمع قال لزوجته اسمع هيئي طعامك هيئي طعامك وأصلحي سراجك ونومي أولادك نوميهم النهاردة من غير عاش وقومي إلى السراج كأنك تصلحي فأطفي إيه وكمان طف السراج إذا وضعت الطعام طفنا لإيه السراج واجلسي لنري ضيفنا أننا نأكل معه خلاص ما فيش نور ومحدش شايف حد هل صليتم مع الرسول الله هذه مصلحة لو كان الطعام كثير ما فيش نور سليتم مع الرسول الله نعم فإذا الرجل تقوم الزوجة بتجهيز الطعام وإصلاح السراج ونومة الأطفال نوموهم دا ما يسرق السارق إلا لأجل أولاده ويرتش الراش عشان أولاده وأكلوا الأموال من أجل أن يجهزوا أو يجعلوا لأولادهم مستقبل هكذا أيها لحبة وهنا ينوم الأطفال بدون طعام وبالفعل صنع الرجل ولما وضع الطعام قامت مرة أخرى إلى السراج كأنه تصلح فأطفأت ثم جلست بزوار زوجها وما يخرج منهما إلا صوت من يأكل صوت كده بتاع الطعام فأكل الضيف وشبع الضيف وارتوى من الماء ثم طلب أن ينام فنام وفي الصباح خرج الصحابي إلى رسول الله خلاص ما كان معهم النبي ولكن انظر إلى الرب العلي لما خرج الرجل إلى رسول الله في الغدات فلقيه النبي فقال له اسمع قال والله ما عارف فصر هذه مش عارف فصر بس عقولها زي ما هي اسمع قال له لقد ضحك الله ضحك الله وفي رواية عجب الله من صنيعيكما بضيفكم الليلة هل صليتم على رسول الله هذا هم أصحاب النبي الذين رضي الله عنهم ورضوا عنه أسأل الله أن يغفر لنا ذنوبنا وأن يُعِنَّا على ذكره وذكره واتأي من الذنبك من لا ذنب له توبوا إلى الله عباد الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونسترضيه ونعوذ الله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أنه هو الله لا شريك له ولا ضد له ولا مثيل له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلِّ اللهم وسلِّم وبارِك وزِد على سيِّدنا رسول الله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تركوا الملزَّات فانتصروا على ثمانية ليفوزوا بسلاسة انتصروا على ثمانية ليفوزوا بالسلاسة أصحاب النبي أي ثمانية قوله في صورة التوبة قل إن كان آباءكم أو أبناءكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم أو أموال اقترفتموها أو تجارة تخشون كسادها ومساكٍ ترضونها أدلك التمانية أحبَّ إليكم هذه الأمور يا أمة النبي أحبَّ إليكم بس من ثلاثة ما هنَّ الثلاثة أحبَّ إليكم من الله ورسوله وجهادٌ في سبيله إن قلتم نعم قال الملك فتربَّصوا إن الله لا يهدي القوم الفاسقين سطاع الصحابة أن ينتصروا حتى الواحد منهم في ليلة زفافه حنزالة في ليلة زفافه ليلة الزفاف يدخل على زوجته ويقضي حاجته وقبل الفجر يسمع يا خيل الله أركبي يا خيل الله أركبي يا عمي دراج المتزوج يا عمي ليلة العمر النهاردة يا عمي عمي نفسك مش سامح حاجة صلى الله يدو على رسول الله ولكن حنزالة ماذا يصنع؟ لشدة العجلة يخرج ويترك زوجته ويلبس ملابس الحرب وجرياً خلف رسول الله يدخل المعركة يدخل المعركة ثم يكتشف النبي وينظر في القتلة فيجد سيدنا حنزالة قتيلاً بين هؤلاء في مشكلة فزع الصحابة لها قال النبي محمد لأصحابه انظروا أين حنزالة؟ فين؟ قالوا يا رسول الله ننظر إليه فقالوا ولما تسأل عنه يا رسول الله قال والله إني لقد رأيت الملائكة تغسل حنزرا بين السماء والأرض ذهب الصحابة إليه وهو غريقاً في دمه والشهيد لا يغسل الشهيد ما بيغسلش ولكن حنزل له حالة خاصة مع ربه ترك شهوة الدنيا وانتصر على نفسه واستطاع أن ينتصر عليها فأعطاه الله من الكرمات أن يغسل ما بين السماء والأرض ذهب الصحابة إليه فوجدوا لحيته تقطر من الماء أي ماء؟ ماء جاء من عند الله هل صليتم على رسول الله؟ الصحابة رضوان الله عليهم ما من أمر يؤمرون به إلا وكانوا كمثل السهم من الرمية يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم من أي بداية وأي نهاية ننتهي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد يقول لثوبان ثوبان دا حكاية ثوبان دا حكاية كبيرة جداً ثوبان خادم النبي في الصباح مع النبي في الظهر مع النبي في العصر مع النبي في العشة مع النبي لا يتركه إلا عند النوم خرج يوم من عند رسول الله ثوبان ثم عاد بعد الفجر وقد نحل الجسم وضعف وظهرت علامات الحزن على وجهه فقال له النبي ما بك؟ ما بك يا حنز يا ثوبان في إيه؟ لسا أنت كنت معايا؟ قال عدت إلى بيتي ثم اشتقت إليك يا رسول الله يعني أنت معها 24 ساعة اللهم اكرمنا برؤيته في المنام وبصحبته في الجنان يا رب العالمين انت معها 24 ساعة انظر إلى حبهم قال يا رسول الله وأنا جالس بعد أن تركتك تذكرت أمرا قال ماذا تذكرت؟ قال تذكرت يوم القيامة أنك أنت ترفع مع النبيين والشهداء وأنا يا رسول الله أنا لي أن أطيق أن أكون بعيدا عن رسول الله أنا إزاي كمان؟ ولئن قدر لي الجنة أخشى أن لا أكون معك شف قضيتهم شف قضايا الصحابة فسكت النبي محمد ليس عنده جواب ولكن الذي أجاب وطمأن ثوبان الله من فوق سبع سماوات نزل قوله ومن يُضع الله والرسول فأولئك معه معايا معايا اسمع فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقة أصحاب النبي محمد أختم جمعتي بكلام عمر بن الخطاب أهديها لأمة النبي أين أنتم من هؤلاء أين أنتم من هؤلاء في إصرارهم أيها الأحبة على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن قبل أن أختم بعمر موقف يربط بنا كلام عمر أيها الأحبة يوم أن مات النبي محمد والنبي قد عقد عقدة عقدة قيادة الجيش عقدة قيادة الجيش أعطاها لمن جيش النبي القيادة العامة أعطاها لشاب حديث السن سبعتاشر سنة أسامة ابن زيد أسامة حيكون أمير على أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة سنه سبعتاشر سنة ده سبعتاشر سنة وجلال الملك لو قلنا له أذكر خمسة أسماء من أجداد النبي ربما ما قال إلا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب أسامة فلما عقد النبي وما هي إلا أيام قبل خروج أسامة إذا بيموت النبي محمد مات النبي ويوم بعد يومين يتولى الخلافة سيدنا أبو بكر فاجتمع الصحابة وقالوا يا أبا بكر مات رسول الله فإنا لنرى أن الأمر قد تغير سمع العالم من كسر ومن الروم بموت رسول الله فما رأيك أن تغير القيادة مات غير القيادة صرخ أبو بكر بأعلى صوته أبو بكر الذي قال عنه النبي كل من كان له يدا علينا كافأناه بها ما خلا أبا بكر تركنا الذي يكافئه هو الله نعم أبو بكر صرخ فيهم وقال والله لا أحل عقدة ربطها رسول الله والله لو أن تخطفتنا الطير أو دخلت السباع في مدينة رسول الله اسمع على الله أفضل لقاية ولو جرت الكلاب بأرجل أمهات المؤمنين ما كان لأبي بكر يحل عقدة ربطها النبي يا ناس ده أبو بكر يا ناس أفأطيع النبي أفأطيع النبي وهو حي وأعصيه وهو ميت لا والله وبالفعل هكذا كان الامتسال لأجل ذلك لما وصف عمر في خلافة أبي بكر ولاه سيدنا عمر سيدنا أبو بكر ولا عمر القضاء العام قاضي المدينة وقاضي القضاء سيدنا عمر بن الخطاب أول من تمول مهنة القضاء في أمة النبي مكث فيها يا شباب سنة عشان تعرف الفرق الشاسع بيننا وبينهم سنة عمر بن الخطاب مرت عليه سنة فيذهب إلى أبي بكر يا أبا بكر نعم يا عمر أريد أمرا قال وما هو قال أن تعفيني من القضاء مش عايز أن أبقى أول القاضي فقال أبو بكر لما يا عمر أو من مشقة القضاء عشان المقضاء صعب وشديد عليك قال لا لا يا أمير المؤمنين والله منذ السنة راجع هذا الكلام ما رفعت إلي قضية والله العظيم ما فاقضية رفعت علي انظر كام ألف قضية ترفع في كل يوم مش في أمة النبي ده ربما في المئة مليون انظر كام قضية يوميا سنة كاملة ما رفعت إلي قضية واحدة يا خليفة رسول الله لا حاجة لي بي يعني ما ليش حاجة في القضاء بقوم مؤمنون الهم أصحاب النبي اسمع صفات عمر لأصحاب النبي بقوم مؤمنون عرف كل واحد منهم ما له فلم يأخذ أكثر منه وعلم ما عليه فلم يقصر في واجبه اسمع للقاي أحب كل واحد منهم لأخيه ما أحب لنفسه إذا غاب أحدهم غاب أحدهم اسمع تفقدوه وإذا افتقره أعانوه وإذا احتاج ساعدوه يا الله اسمع وإذا مرضه أعادوه وإذا مات أو أصيبه أعزوه وواسوه دينهم النصيحة دينهم النصيحة ده أمة النبي دينهم النصيحة أخلاقهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دول أصحاب النبي دينهم النصيحة أيها منت لما تسمع عن عبد الله عن جرير بن عبد الله البجلي البجلي صحابنا أرسل خادمه ليشتري له فرص قال له روح اشتري لي فرص يا ابن فجاء الخادم بفرص ومعه صاحب الفرص عشان يأخذ المبلغ قال للغلام يا ابن بكم اشتريت هذا الفرص إنه لفرص عربي قوي بكم اشتريت الفرص قال له اشتريته بثلاثمائة ركز فماذا قال جرير بن عبد الله قال ممتاز نعمة تاجر أنت يا ابن لك مستقبل في التجارة قال بكم يا غلام قال بثلاثمائة فنظر إلى البائع وقال له أخي أخي إن فرصك هذا ليساوي أكثر من ذلك أتبيعه بربعمائة في واحد يعمل كذا قال نعم بعت ثم سكت وقال والله لا إن فرصك هذا يساوي خمسمائة أتبيع قال بعت ثم قال له بل لا والله إنه لا يساوي ثمانمائة من تلتمية لتمنمية هو في واحد عاقل بيعمل كذا يا أحباب فبكى الرجل البائع قال له إيه الموضوع يا عم إيه الموضوع قال نعم فرصك وهذا ربما أنت لا تدري ما فيه من مهارات تبايع خلاص إن فرصك فيه من كذا وكذا قال ولماذا زدت في الثمن العلا هنا قال لأنني بايعت النبي محمد على النصح لكل مسلم النصح على كل مسلم تعال شف أحوالنا السيارة يشتريها وربما صاحبها يكون باعها للضرار ولعز يضغط عليه بكل ما أوتي لينزل من سعرها وإذا ما نزل منها يذهب إلى الناس يقول على فكرة دانا الرجل أرطسته ما أرطسته والله ما أرطسته على حاجة حبيب يقول لا من الشاطر في الموضوع ده وآخر يا أحبابي أخواني في الله أحبابنا وصل الناس إلى الواحد منا يعلم أن البائع يبيع لضر ومصيبة نزلت عليه ومع ذلك يساومه حتى يأخذ الواحد منهم أخاه ليشتري منه غرفة النوم ويتركه ينام على البلاط ويقول لك دانا خدته بمبلغا أسأل الله العفو والعافية اللهم إنا نسألك يا ربي أن تربينا كما ربيت أصحاب النبي اللهم ردنا إلى ديننا ومرد الجميل اللهم اغفر لنا زنوبنا وإصرافنا في أمرنا ثبت اللهم أقدامنا اللهم استرنا ولا تفضحنا زدنا ولا تنقصنا كرمنا ولا تهنا كلنا ولا تكن علينا اللهم ضهر قلوبنا واصطر عيوبنا فرج كرباتنا اصطر أحوالنا فرج الهم والكرب عن أمة حبيبك اللهم لا تخرجنا من بيتك إلا وقد غفرت لنا زنوبنا وإصرافنا في أمرنا ثبت اللهم أقدامنا اللهم اشي الحاضرين خاصة اللهم اشي الحاضرين خاصة واشي يميع مرضى المسلمين اللهم إنا نسألك نفوسا راضية نسألك نفوسا راضية وصدورا من الهموم خالية ونسألك قلوبا بحبك صافية ونسألك اللهم العفو والعافية اللهم من فرج عن عبادك ففرج عنه ومن يسر عليهم يسر الله ومن عسر عليهم فعسر عليه ومن شد عليهم فشد عليه ومن أخذ بأيديهم خز بيدك إليه واخفر لنا يا أرحم الراحمين اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم اللهم احفظ مصر وأهلها شعبها جوها بحرها أرضا جميع سكانها اللهم اجعل مصر في أمانك وضمانك وعنايتك يا رب العالمين رحماك ببلاد الشام رحماك بأهل الشام رحماك بإخواننا في فلسطين في العراق في بورما في كل مكان اللهم اجمع شمل أمة النبي اغفر يا علي ما قد كان من ذنوبنا واسترنا فيما تبقى من أحوالنا اللهم احفظ لنا أولادنا اللهم ربي لنا أولادنا اللهم اشي المريض منهم اللهم من كان منهم مسحورا أو ملموسا أو به عين فأخرجه من محنته وطهره يا رب العالمين اللهم عليك بالسحرة والمجنمين والظالمين يا رب العالمين واخفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا ومن أحبنا فيك واحببناه فيك ولمن علمنا حرفا ابدي غاوجك العظيم يا رب اعطي كل عقيما ولدا صالح ارزقهم من جودك وكرمك ولا تقنطهم من فضلك يا رب العالمين رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأكرم ثم الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله حتى نلقاكم إن شاء الله بعد الجمعة القادمة وأقم الصلاة شكرا